مصدر أصلاً أي حاجة متعلقة بنجم كبير الفنان العظيم المثقف الموسوعي أستاذ عبدالعزيز مخيون أنا أبقى بقبل عليها بالمناسبة لوحدي كده سوق الكنتو سوق الكنتو واحد من أهم المسلسلات الرمضانية عندنا في هذا الموسم المسلسل من بطولة أمير كرارة وميع الزدين وأستاذ عبدالعزيز مخيون وفتح عبدالوهاب وغيرهم من النجوم المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي طيب المسلسل اجتماعي تاريخي وطني ناخد معانا الفنان الكبير القدير أستاذ عبدالعزيز مخيون إزاي حضرتك أهلاً أهلاً يوسف إزاي أهلاً 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 أستاذ عبدالعزيز إزاي الصحة كل سنة وحبتك طيب رمضان عربابة كل سنة وانت طيب كل الصحة طيب أستاذ عبدالعزيز سوق الكنتو بيتكلم عن إيه المسلسل أنت قدمته تقديم كويس هو بيتكلم عن فترة الأربعينات في مصر وبيتكلم عن تفاح راجل جاي من الصعيد راجل عصامي بنى نفسه بنفسه ولحد ما وصل بقى أكبر معلم في اليسوء الكنتو وبعدين الراجل ده عنده أولاد وأحفاد الراجل ده أنا اللي بمثله يعني هو عنده أولاد وأحفاد وبيدخل في الصراعات في السوق وعنده ابن حفيد له مقرب له أوي اللي هو طاها اللي بيعمله أمير شرارة وعنده علاقة قوية جدا بتربطه بطاها لكن طاها بيسيب السوق ويضفش ويروح اسكندرية ويدخل في مغامرات باختصار يعني المسلسل بيقدم قطعة من المجتمع المصري في فترة الأربعينات والاحتلال البريطاني ده حلو قوي ده وعلى فكرة أنتو صهرتوني لأن أنا عندي تصوير مشهب المشاهد الأخيرة بكرة صباحا بدري قوي في مسجد السلطان حسن والمفروض كنت أكون نايم لكن عشان خطر التاسعة أنا سهرت وأرجو أن أنا أعرف أقوم بكرة عشان أروح لهم يا ربي خليك لينا يا سيد عبدالعزيز واعتبرني خلصت أهو وبالمناسبة بقى يعني أنا هحاول هو التصوير هيب الساعة كاما فاندم؟ تصوير بكرة المفروض يكون الساعة 9 صباحا 9 صباحا أنا هحاول أجا تفرق إن شاء الله تفرق ويعجبك ويعجب المتفرقين ويعجبنا لا أنا هحاول أجا تفرق على التصوير في مسجد السلطان حسن أجريك والله إنا تتنورنا لا ده أنا مسجد السلطان حسن حضرتك عارف أقام حبيتك عندي قد إيه وأنا زيبنك يعني فأنا هكذا مفصول والأستاذ خسين المنباوي حيرحب بيك أوي 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 يا بغتي يا بغتي ده شرف ليا شكرا لك أزياد عبدالعزيز والله وأسفين على التأخير وبإذن الله اللهم بلغنا رمضان ونستمتع بهذا المسلسل أيضا في رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى طريق العمل بالمناسبة بتاع هذا المسلسل واضح أنه رائع رائع